مهم جدا لازم يتقال في التوقيت الحالي الاعلام هو رسالة ورسالة الاعلام دايما بتكون مؤسرة بشكل كبير جدا على الاجواء الجماهرية دورنا دايما في قناة النادي الاهل احنا نقدم رسالة ايجابية ورسالة تقدم محتوى محترم ومحتوى يعبر بجد عن قيمة ومكانة النادي الاهل واحترام كل المنافسين لنا خلال الفترة اللي جاية سواء في المشوار المحلي والاجواء المحلية مع كل الفرق المصري أو حتى في البطلات الافريقية والنادي الاهل الحمد لله له علاقات وطيدة وعلاقات محترمة مع كل الاندية في البطلات الافريقية خاصة فرق الشمال الافريقية أو حتى الفرق السودانية بالتأكيد طبعا فرق الهلال الزعيم زعيم الكرة السودانية بالتأكيد علاقات طيبة وعلاقات وطيدة مننا وبين الاخوة في السودان لذلك الاعلام عليه دور مهم جدا في هذه المرحلة مش بتكلم على اجواء المباراة انا بتكلم بشكل عام لان في بعض الحالات ممكن الاعلامية ستضيف فنجم قديم بيعيز يوصل لمرحلة نوع يتكلم في تريند أو يعمل سوشيال ميديا احنا في النهاية عايزين نقدم محتوى يوصل رسالة ايجابية للمشاهدين نقدم معلومة تفيد المشاهدين نتكلم كمان على حقائق متعلقة سواء بالبطلات المحلية أو البطلات الافريقية هيا في النهاية الاعلام زي ما قلت رسالة والرسالة الايجابية في الفترة الحالية ان احنا بنتعامل مع كل الفرق الافريقية أو الفرق المحلية بشكل طيب جدا فرين نجم السحلي لما جاء مصر كان استقبال طيب جدا وعلى رأس المستقبلين كان مدير الكرة في النادي الاهلي الكابتن سيد والكابتن سامير عدل المدير الاداري وكانوا حرصين على متابعة وصول النجم السحلي واستقبال قنطيب جدا الرغم ان حتى المباراة فرادس كانت فيها بعض الاجواء سواء خارج المعب أو داخل المعب لكن في النهاية انت بتعبر عن صورة ومكانة وقيمة النادي الاهلي ايضا كمان الهلال السوداني الهلال السودان لما بيجي مصر او لما بيلعب مع النادي الاهلي هو في بيته مش هقول ضيف الهلال السوداني وجماهير الهلال السوداني والسودانيين في مصر او في النادي الاهلي هم في بيتهم استحالة يكونوا ضيوف فالنادي الاهلي لما يروح السودان هو في بيته ما بين اهله ما بين ناسه ما بين اصحابه كل الناس المسؤولة سواء في السودان او المسؤولين في مصر العلاقات اللي بينهم اكبر من قرة القدم لو في بعض المتطرفين أو في بعض الناس بيحاولوا يشحنوا الأمور دي في اتجاه سلبي الإعلام دور الإيجابي القيادات المسؤولين الكل يكون حريص على هذه العلاقات الإيجابية والعلاقات القروية لأنها في النهاية مباراة تقرة قدم في أحداث عديدة سابقة كان للأسف الإعلام ليه تأثير سلبي لكن الكل بيحاول يتعلم من أي أحداث سلبية كانت فتحات سابقة عشان ما تتقررش هذه الأحداث لو في بعض الموطورين على السوشيال ميديا سواء من هنا أو هناك دول لا يعبروا بشكل عام على الحالة لأن في النهاية الأهلي بيقدر بشكل كبير جدا بالتأكيد نادي الهلال وجمهور نادي الهلال وأيضا نادي الهلال على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي بيقدر كمان جماهل النادي الأهلي وقيمة النادي الأهلي ومكانة النادي الأهلي ولو بنتكلم على نجوم سابقين لعبه في النادي الأهلي أو احترفه في النادي الأهلي من السودان بنتكلم عن أسماء كبيرة جدا لو النهاردة حضرتها في وراء هنتكلم مش هقل من 7-8 أسماء لعبه في النادي الأهلي من أيام الكابتن صالح سليم مروراً بكابتن حسن حمدي وحتى لما الكابتن محمود الخطيب يلعب نهاي إفريقيا عام 87 كان بيقود الهلال السوداني وقتها دكتور شداد دكتور شداد من قمم القرى في السودان وقمم القرى في نادي الهلال العلاقات الطيبة بين نجوم الأهلي السابقين والهلال السوداني السابقين علاقات على أعلى مستوى دكتور شداد وبيقود نادي الهلال علاقته طيبة جداً بالكابتن محمود الخطيب وأحد نجوم النادي الأهلي كابتن شطة أحد النجوم الكرة السودانية ونجم النادي الأهلي وعيكونة النادي الأهلي حاجة بنفتخر بها في أي وقت ولما بيكون ضفنا في قناة النادي الأهلي أو حتى لو بيطلع في أي وسيلة إعلامية كابتن شطة من كتر الناس ما بتشوفه في النادي أو حتى خارج النادي مصري سوداني أهلاوي هلالي حاجة فوق الوصف فالعلاقات طيبة العلاقات ممتازة أي واحد بيحاول يلعب في هذه الجزئية مش سكتنا ومش مكاننا ومحدش هيسمح لده سواء هنا في مصر أو حتى في السودان مباراة مباراة كورة في النهاية هي مباراة 90 دقيقة الأفضل هينتصر وأي أن كانت الأجوال اللي بتحيط بأي مباراة هي في النهاية قرة القدم جوه الملعب هي اللي هتكون فيصل حتى لو الحكم اللي موجود حكم ليه تأثير إيجابي تأثير سلبي أنت لو في حالتك الفنية العالية هتقدر تكسب آه في حكام ممكن يكلهم تأثير سلبي في فترات سابقة وتأثيرات سلبية للأسف كبيرة جدا لكن في النهاية مكانتك وقدرتك في الملعب لو عايز تكسب بإمكانياتك ومجهودك مباراة في النهاية ما بين ناديين عربيين في ختام مباراة المجموعة الثانية الأهل فاز أو تعادل سيتأهل وبإذن الله بالطبع نتمنى تأهل الأهل لمرحلة الدور ربع النهاية إن شاء الله والهلال هيحاول يقدم أقصى مالا دي عشان يعمل نتيجة كبيرة أو يعمل نتيجة تساعده وتأهله لمرحلة الدور ربع النهاية ويسعد جماهيره هي في النهاية مباراة قرية قدم بتغلفها بشكل عام في طر الروح الرياضية والعلاقات الوضيضة ما بين جماهير النادي الأهلي وجماهير نادي الهلال السوداني وجماهير الكرة المصرية وجماهير الكرة السودانية ده كان كلام مهم جدا يتقال في البداية لأن احنا قناة بتعبر بالطبع عن النادي الأهلي ولازم الرسالة اللي نقولها للجمهور لازم تكون رسالة إيجابية ولو في أي حاجة ليها علاقة أو ليها سبب سلبي لازم ننبوزها ونبعد عنها وما نهتمش بيها وما نشايرهاش ومن الدهاش حجم أكبر من حجمها لأن في النهاية إحنا بنتكلم عن قمم قروية وقمم ما بين ناديين كبيرين جدا وعن مستوى الشعب كمان شعبية كبيرة للآهل والهلال والنجوم الكرة السابقين دايما اللي كانوا موجودين في السودان محطة أنظارهم وموجودهم دايما كان موجود في النادي الأهلي ويمكن واحد أو اتنين احترفوا في المؤولين ونادي الزمالك لكن في النهاية دايما كان قبلة وجود لعبين المحترفين والكرة السودانية كانت دايما موجودة في قلعة البطولات قلعة النادي الأهل والعلاقات الوطيدة ما بين لعب الكرة السابقين في السودان مع النادي الأهل علاقات وطيدة جدا وعلاقات على أعلى مستوى وهتفضل دايما على أعلى مستوى والمباراة هتعدي والأهل هيروح ما بين أهله وناسه وأحبابه وجمهوره الليل إن شاء الله هيعمل كمان قرنفال في الملعب نشوف في النهاية مباراة كبيرة بين فريقين وإن شاء الله بإذن الله الأهل يكون موفق في هذه المباراة والأفضل في النهاية اللي هيقدي ويستحق التأهل أكيد بإذن الله هيكون موجود في مرحلة الدور ربع النهاية